السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم نأخذ الصباح 41 من كتاب فضاء الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي الحصة الخامسة أتمرن من جديد أول تمرين كي قولينا كي قولينا 1365 persen ont visité le parc de loisir لسامدي يعني أن 1365 واحد مشاو زارو visité يعني زارو واحد الحدقة طرفية يعني باش يرفو على راسهم نهار سبت لسامدي قولينا 1485 persen l'ont visité le dimanche قولينا 1485 واحد زارو يعني زارو البارك نهار الحد يعني قولينا 1365 واحد مشاو الواحد الحديقة طرفية نهار سبت باش يرفو على راسهم ومشا 1485 لها نهار الحد يعني نحتلنا نفهم قولينا كمبيان de persen ont visité le parc durant les deux jours قوليك شحال ديال النف شحال ديال النف زارو هاد البارك أو هاد الحداقة في هاد اليومين قلنا نهار نهار سبت هاش حال زاروه ونهار لحد هاش حال زاروه يعني خلال هاد اليومين شحال مجموع ديالهم إلا كان في نهار سبت زارو 1300 ونهار لحد 1400 إذا في اليومين شحال زاروه من واحد قولينا je complete et je réponds هنا عاطلنا جوج ديال الخانات وحده فيها صامدي والاخرها فيها ديمانج يعني السبت والأحد السبت شحال حنا عارفنا زارو زارو 1365 واحد يعني شنو هاش نكتبوه تحتها 1365 1365 ونهار لحد شحال زاروه 1485 يعني شنو هاش نعرفه نحن نعرفه نسبت شحال زارو ونهار لحد شحال زاروه ولكن هاد اليومين جوجه حال سنجمعو السبت مع الحد نكتبوه هنا هي السبت شحال والحد شحال وندروا المجموع ديالهم السبت زاروه قلنا 1365 والحد 1485 يعني المجموع ديالهم شحال عاطلنا هنا هي واحد لبطاقة ديال الجمع يعني هنا ندروا عملية الجمع شنو عندنا عندنا 1365 زدنا عليها 1485 شنو كنديره 5 زائد 5 شحال كتساوي هي 10 كنحط الصفر وكنحتفظه بالواحد حيث الواحد كتولي مع العشرات 6 زائد 8 كنحطوا 8 فراسنا وكنزيدوا عليها 6 تبيدينا 7 عفوان 8 كنحطها فراسنا وكنزيدوا 7 تبيدينا يعني 9 10 11 12 13 14 14 كنحطوا الربعة او الخمسة حيث بالواحد ادنا 6 زائد 8 كتساوي 14 ولكن الواحد ديال الاحتفاظ شحال كتولي 15 كنحطوا الخمسة حيث هذه بقى من الواحدات ولكن اللي كان حدها رونا من العشرات ثلاثة زائد ربعة هي 7 وواحد ديال الاحتفاظ هي 8 واحد زائد واحد شحالية جوج يعني شنو القينا فاش حسبنا 1365 1465 زائد 1485 لقى ناقل 2850 شنو هنشدو هذي هنكسبوها هنا هنشدو هذي هنكسبوها هنا هنشدوها 2850 واحد اللي دخلوه في هذا اليومي وهكا نكونوا سألين التمرين الاول من بعد غندو هذي التمرين الثاني ونشوفو شنو كي يقول لنا قال لنا اشترى الابو الطابعة والآلة المصورة قال لك واحد الأب شرق واحد طابعة واحد الآلة المصورة ها هي الطابعة اللي كتبع لنا الورق ولكن نسميها بالآن بخيمونت واشترى الناس الكاميرا آلة مصورة يعني كيف يصور بها فرد عليه البائع 35 درهم يعني من بعد ما خلصوا على هذه الآلة وعلى هذه الطابعة وعلى هذه الآلة المصورة ردوا 35 درهم يعني في حال من تفشك تهتلموا الحانوت الفلوس ويرد لك الصرف هذا كنسميه بالرد يعني شنو رد لهم الحانوت ما مجموعه ما دفعه الأب للبائع كم؟ أول حاجة نجمعه شنو دفع الأب للبائع يعني شحال خلص مادم هذه دائرة 1278 وهذه دائرة 687 يعني شحال خلص شنو المجموع؟ هذه أول حاجة نجمعه وقال لنا السؤال الثاني كم ورقة نقدية من فئة 200 درهم تكفي لأداء هذا المجموع؟ قال لك أول حاجة نجمعه شحال خلص شحال خلص ذاك البائع المل اللي باعلي أو عفوا ذاك المشتري البائع وتاني حاجة نجمعه يعني شحال هذا المبلغ شحال فيه من ١٠ درهم يعني شحال أعطاه من ورقة زرقة هذا ما سنفعله؟ كما نحسبه نحن نعرفه الثمان ديال هادي والثمان ديال هادي هما عاطين هانا عاطيننا ٦٨٨ درهم وعاطيننا هذه الألة ١٢٨٨ درهم كما نعرف المجموع يعني شحال خلص فيهم بجوج نجمعه هم هذا ما سنفعله؟ نفعله ١٢٨٨ زائد ٦٨٨ هما نحن نضعه هم ومجمعه ثمان ديال هاته ٨ نحن نضعه ٥ هم وتغيره خمستاش نضعه ٥ وزرقه في ثمان درهم سمعة زائد ثمان درهم كذلك تغيره خمستاش ولكن واحد ديال الحتفاظ بتقول لي هيا ١٦ يعني ١٦ نضعه ٦ نحن نضعه في ثمان درهم جوج زائد ٦ هم بتغيره تهوية ٨ بعد واحد ديال الحتفاظ نضعه ٩ هنا هنا واحد زائد لا شيء ما تساوي؟ هي واحد ما هي المجموعة لهم؟ إذا كانت الآلة المصورة 687 درهم والمطبعة أو الطابعة أو المتخيمون تقوم 1178 درهم إذا نرى المجموعة لهم هو 1965 درهم ولكن حتى الآن ما زال ما جاوبنا حتى تعال شي سؤال نرى المجموعة للطابعة والآلة المصورة ما الذي نرى؟ هو 19655 درهم هذا المجموعة للجوج الآلة التي قطب علينا وكاميرا التي تقوم بها نرى ما الذي نرى؟ ما الذي نرى؟ وما الذي نرى ما الذي نرى؟ لأنه خلص وعد رضله في حال أنه يتم إعطي الملحانة 20 درهم ولكن عندما نرى ما الشر witchiller غير 14 درهم وهذا ما الذي نرى؟ ما ماне personsTo give you away 30 درهم وهو 6 درهم و كاобрى هو ما ما صحنا هذه الفئة التي نضمتها . ينتجد ثمان الاطلاب الذي يره والثمان المصورة وعد ما هو الملك الرضل ما سوف ننفعه؟ ما نوليك عملية الجمع حنا كنا حاسبا من قبل المجموع لها دوب جور يعني بقى نغير نزده عليها 35 درهم يعني هنكتبه الف وتسامية وخمسة وستين زائد حال 35 درهم حال كتساوي عدنا خمسة زائد خمسة كتساوي عشرة نحطه الصفر ونحتفضه بالواحد 3 زائد 6 أو عفوا 6 زائد 3 كتساوي 9 و1 ديالا احتفاض كذلك عشرة 9 و1 ديالا احتفاض هي عشرة نحطه الصفر ونحتفضه بالواحد 1 و1 ديالا احتفاض هي جور يعني شحال 2000 درهم يعني شحال تفعله تفعله 2000 درهم عطاله 2000 درهم يعني احنا شحال قينا عطاله عطاله 2000 درهم ولكن شحال كان زامن ذاك الشيء اللي يسرى غيه 1965 درهم يعني ورجاله 35 درهم هذا الشيء اللي كان عارفه ده بقليك شحال من ورقة مالية من فئة 200 درهم تكفي لأذاء المبلغ يعني لا يوجد ورقة فيها 2000 درهم يعني لو اردت 2000 درهم تبقى تعطيه بـ 200 و 200 و 200 يعني شحال من 200 درهم عطاله شنو نديره 2000 درهم خسنا نقسمه على 200 درهم ونشوفه شحال كتعطينا نحن نديرها الطريقة 2000 درهم يكدنا هكذا خسنا نقسمه حنايا على 100 درهم باش نعرفه شحال من 200 درهم كتعطينا فوشن نقسمه في حلاكة ان يمشيوا مع بعضياتهم يعني السفر كتمشي منها مع السفر وسيفاше الكتعطينا مع السفر يعني شحال كتبقى لي كتبقى لي كتبقى لي 20 درهم مقصومه على جوج وهذه بيش pais化 20 درهم Surat 30 درهم يعني 20 مقصومه على جوج كتبقى عندنا شحال كتساوي كتساوي 10 يعني شحال على س Ker Pharm наш وعطى علي 10 دره وشحال 10 مرات يعني ما حال من ورقة حتى 10 مرات 10 مرات و هكذا نتمرين ثاني نأخذ دباء القاعدة قال لنا أتذكر شو قلنا في القاعدة قال لك أجمع عددين لأجهد المجموع يعني لماذا نتقدر هذا عملية الجمع؟ كيف تجد المجموع لأجهد المجموع يعني إذا جمعناهم بجوج و إذا اضعناهم بجوج ما سوف يساوي؟ قال لك تجد المجموع لأجهد المجموع يعني كنجمع لأجهد المجموع لأجهد المجموع من بعد قال لنا 1366 زائد 1287 كيف تجد المجموع 6 زائد 7 6 زائد 7 تجد المجموع ثلاثة 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 تحتفظ بالواحد تستخدم هذه الطريقة ولكن هذه تقدروا تغلطوا فيها الطريقة وحالكات تقدروا تغلطوا فيها ولكن هذه لا. وهكا سنكون سألنا صفحة دينات صفحة 41 من كتاب فضاء الرياضيات. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ونطلقوا في الحصص جيد. والسلام عليكم.